وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين نبينا محمد عليه وعلى آل وصحبه أفضل صلاة وأزكى تسليم أيها الكرام من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن هو مما يجلب للإنسان الراحة والطمأنين في الدنيا كظم الغيظ الله عز وجل يقول وَالْكَاظِ مِنَ الْغَيْظِ وَالْآفِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ كظم الغيظ صفة من الصفات التي ينبغي أن يربي المسلم نفسه عليها أنا سبب مالك رضي الله عنه يحكي موقف للنبي صلى الله عليه وسلم وتأمل أيها الكرام كيف كظم النبي عليه الصلاة والسلام غيظة جاء عرابي للنبي عليه الصلاة والسلام ثم جبذ النبي صلى الله عليه وسلم جبذة شديدة أثرت في صفحة عنقه من هنا فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال هذا الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أعطني أعطني من مال الله يريد من الصدقة ومن الزكاة فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام التفت إليه وابتسم وقال أعطوه من مال الله هل تستطيع أيها المبارك أن تتصرف مثل هذا التصرف كم من الأخطاء التي تمر بنا في حياتنا أين والكاظم من الغيظ والآفين عن الناس والله يحب المحسنين ولذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من كظم غيظا ملأ الله قلبه إيمانا وفي رواية أخرى ملأ الله قلبه رجاءا يوم القيامة بأي شيء؟ بكظمه للغيظ وهنا أذكرك أيها المبارك بخطوات مهمة ينبغي أن لا تغيب عنك لأجل أن تروض هذا النفس على كظم الغيظ أولها أنك تغير من حالك إن كنت قائما فلس وإن كنت جالسا فالطجع فغير من حالك لما لوصية النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فلللس وإن كان جالسا فليضطجع تغيير الحال هنا تتغير نفسك وتبدأ عن هذا الغضب ثم الثانية أكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في حال الغضب ومن الأخطاء عند الناس لما يغضب أحدهم يقول له أذكر الله هنا الشيطان قد حضر فليذكر بماذا بالاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم و لذاك النبي صلى الله عليه وسلم لما استبع عنده رجلان قال أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد فإذا الاستعاذة مهمة أيها الكرام و مما نزيل به الهم أيها الكرام أعفوا و مما نزيل به هذا الغيظ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم و قال لنا وهو درس مهم جدا لنا أيها الكرام قال ليس الشديد بالسرعة و إنما الشديد من هو الذي يملك نفسه عند الغضب هذا هو الشديد من هو الذي يملك نفسه عند الغضب و كم من المرات نحن نغضب و يندم أحدنا أنه غضب هذا الغضب و لذلك ما أجمل أن يعود المسلم نفسه على أن يكون كضوما لهذا الغضب و لهذا الغضب لأجل أن تهدى هذه النفس لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم و قال له يا رسول الله أوصني طلب من النبي عليه الصلاة والسلام الوصية فبماذا أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تغضب لا تغضب فكررها النبي عليه الصلاة والسلام عليه ثلاثا لماذا قال العلم أنه كان يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل سريع الغضب فهنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربيه على أن يبتعد عن هذا الغضب فإن كنت غضوبا فلا تغضب فإن كنت غضوبا فلا تغضب تلك هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم وكم من سعيد بكظم غيظه وكم من شقي ونادم بمن لم يكظم غيظه وأمر هذا الغضب أسأل الله عز وجل بمن يوكرمه أن يرزقنا حسن الخلق وصلى الله وسلم عن أبي محمد رأي صحبه جمعين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ترجمة نانسي قنقر